موسيقى كامر ايلي هنبدأ في الفيديو دا نحل الامتحانة التالت من امتحانات كتاب المحافظات الى فى اخرى برضى محافظة القاهرة مدرسة القضي سوزف اول سؤال for which is the correct answer's a number of known elements until now اللي غادر الوقت in 180 elements في منهم 92 في ناتشرا وعندي 26 ارتفيشيال من المستقبل الى ثانية او ثالث مرة يتكرر عندي دودو بيرد زي المنتويتش هنبقى نعمل دوار كده على الحاجات اللي بتتكرر كتير زي المنتويتش اتسا اتوميك نومبر 9 از ال من الكونفجيريشن بقى هنشوف انا عندي 2 7 صح كده ف7 يبقى هو في جروب 7A وبالتالي ده هالوجين يبقى هالوجين المنتويتش ده الالتيميتر يبقى يقول الالتيميتر شبه وهي كلمة الالتيميتر او يقول النافيجيشن بتاعت الاربيدينز يعني هي بين الستراتوبوز والميزوبوز فطبعا عندي الميزوسفير يعني انا عندي كده ايه عندي تروبو سفير تروبو سفير بعد كده بعد كده في الستراتو سفير صح بينهم ايه بينهم التروبو بوز اللي هي اللير اللي ما بيحصلش فيها بتبقى لير صغيرة كده ما بيحصلش فيها اي تشينج في التمبريتشار او البرجر ماشي كده بعد كده الستراتو سفير بعديه في الميزوسفير طب بينهم ايه منهم الميزوبوز ماشي كده فبالتالي هو بيقول لي من ايه الايه اه اه شوفوا لما احنا عملناها كنا هنغلطها هو بيقول لي هي من الستراتوبوز نقول بقى بالراحة انا عنده هو أه تروبو سفير التروبوبوز哈哈哈 ثم استراتو بوز فعلا يبقى استراتو بوز بعد كده في الميزوسفير بعد كده على طول فوقه الميزوبوز بعد كده في السرموسفير فهو بيقول لي بلي منين بقى من الاستراتو بوز للمازوبوز يبقى اللي بينهم هي الميزوسفير يبقى احنا صح طيب Fossils are found in sedimentary rocks طبعا compare between the following the troposphere layer اللي هي اول layer بتاعتنا or stratosphere layer طيب يبقى احنا عندنا ادي التروبوسفير هقول انا كده بس هنكتب stratosphere هنكتب اللير عشان اشاور عليها stratosphere طيب عندي اول حاجة في التروبوسفير كل ما انا بطلع كده هنتكلم الاول على pressure بيحصل له decrease until it reach 0.1 bar ماشي كده نفس الكلام في الستراتوسفير هيحصل برضو decrease the temperature until it reach 0.001 bar يبقى الاتنين بيحصل فيهم decrease كل until it reach هنا 0.1 bar وهنا 0.001 0.1 bar طيب بالنسبة بقى ال temperature هنا في اللير بتاعتنا التروبوسفير كل ما انا بطلع كده يبقى as we go up the temperature decreases by 6.5 per one kilometer لكل one kilometer بيحصل until it reach negative 60 يبقى هنا كل ما بطلع كده temperature بيحصل لها decrease until we reach negative 60 هنا بقى وانا طالع العكس كل ما انا طالع temperature بيحصل لها increase لان كل ما انا طالع كده في الستراتوسفير في الأوزون لير فالأوزون لير دي بتعمل absorb the ultra viral trees فبالتالي temperature فيها بتعلى المهم as we go up the temperature increase until we reach zero بنوصل لزيرو at its top عند التوب بتاعتها ماشي كده the trees and remains in the view of definitions كل الحاجات ديت هي موجودة بنمص يعني في الكتب بس احنا بنوضحها the trees will remains in the view of definition the trees هنقول the trees of all living organisms that indicates the trees indicates its activity its activity during its life بتشاور لي activity بتاعتها لنشاطها وهي عايشة زي ايه مثلا زي the worms tunnel we the dinosaurs footprint ماشي كده دي اثار تايباها كان بتشير هي شكل مشيتها دي عاملة ازاي هو شكل رجلها ده كان عامل ازاي وهي بتتحرك فدي بتبقى اسمها trees ماشي كده انما remains of the trees that indicates the remains of all living organisms after it's dead بعد ما ماتت بقى الحاجات اللي ثابتها the remains البقايا ماشي كده زي بقى الديناسور a 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 ا in a a a اه في جدول طبقا للاتوميك ننبرز. طبعا عندي مين? عندي موزلي. طيب. اه مهمة قوي دي. كل بريود بيبدأ بايه? بيبدأ بيه ماشي كده. لان كل بريود بيبدأ بايه? بحاجة من من الجروب وان اي. صح كده اي بريود بيبدأ بحاجة من جروب وان اي. فكل دول يعتبروا سترونج ميتال. طيب. تاني مرة السؤال ده يتكرر. السوديوم اللي هو تو ان اي. بلاس الووتر اتش تو او. تديني تو ان اي او اتش. بلاس اي. خدنا كده تو ان اي او اتش. يبقى بلاس اتش تو اتش تو. اتش تو. اللي هي الهايدروجين. يبقى انهي كده يحصل اللي هو الهايدروجين. ماشي كده? طيب. سنقول كده. هنقول كده. هنقول ان ذا. لو كتبنا السراتوسفير مش هتبقى غلط بس اصحي نكتب لوار بارت ماشي كده. في التروبسفير اللي هي الطبقة بتاعتنا. عشان كده. لما بنيجي نقعد نحل المسائل. بنيجي نقعد نقول. انا عايز اشوف مين درجة حرارته اقل ومين درجة حرارته اعلى. فبلا اني وانا هنا كده. درجة حرارتي طبعا بتبقى اعلى. وكل ما بطلع كده بيحصل دي كريز. طيب. سبيس اند سبيس او فوسلس بلاي. ان اكتشاف او التنقيب عن البترول. كان عندي فيه الفورامينفرا. وكان عندي فيه الراديولاريا. اللي اتنين دول. طيب. منشان وان ديفرانس. بين اتش اف الامتحان اللي فات بارتو. الامتحان. الامتحان اللي فات بارتو. الامتحان الامتحان اللي فات بارتو. الامتحان اللي فات بيحصل. انا ك Muk. هي سيمبل. ففيه عدد قليل. وبالتالي بتتأثر بشدة لو واحد منهم نقس. اما الامتحان قريبا ما بتتأثرش هي في الحقيقة بتتأثر بشكل معين ولكن هنا عندي في الكتاب بنقول ايه ما بتتأثرش elements of group 1a and group 7a elements of group 1a اللي هما هنقول it is called alkaline metals 7a it is called halogen metals halogen non metals ممكن نقول it is they are good conductors to heat and electricity these are bad conductors to heat and electricity وهكذا what is the importance of each of the full wind the ozone layer هنقول it protect the earth from the chemical effects of the ultraviolet trees يعني هي بتعمل absorb the ultraviolet trees وبالتالي بتحمل ارض منها من الافكت بتاعها الافكت بتاعها اللي هي chemical effect بتسبب chemical effect ضار للارض يبقى it protect the earth from the effect of from the chemical effect of the ultraviolet trees by absorbing it عن طريق انها بتمتصها طيب cobalt 60 it is used for preservation of food as it emits لكن مش لازم هنا اقول as او ليه يعني بس بنقولها كده من باب العلم مش as it emits a gamma rays which which prevent the reproduction of microbial cells اللي هي بتشعع gamma rays الجما rays ديت بي تمنع التقاصر بتاع الميكروبيل cells خلايا مايكروبية اللي هي بتضر الإنسان يعني بشكل العين write the scientific term the ascending order of the elements according to the atomic masses atomic masses دي زي atomic weights فبيقول لي ascending order of the elements according to atomic masses من اللي كان عملها according to atomic masses فهقوله على طول مندليف هو اللي كان عملها على اساس الاتوميك يبقى مندليف بريدك تابل يبقى اه اه اتوميك مايز زي عمله زي ايه زي اتوميك ويت a good polar solvent for most of ionic compounds polar solvent خدت عند الووتر a phenomenon looks like a colorful light curtains seen in the two pools light colorful light curtains يعني satire ملونة ماشي كده satire ملونة شبه satire ملونة دي اسمها aurora phenomena طيب the traces and remains of all living organisms which are preserved in sedimentary rocks طبعا عندي الفوسيل the continuous decrees in the number of individual of same species of living organisms without compensation بدون تعويض يفضل عددهم يقل طبعا ده the extension the block that contains the series of lancenides and the ectanides ده F block في block F write the balanced chemical equations represent the following dissolving of water أو of CO2 in water هو انا عندي جاد السؤال ده مرتين لا في الامتحان اللي فات ان انا اعمل دوت اهو جي في الامتحان اللي فات السؤال ده انا هنا ماشي جي في الامتحان اللي فات فانا عندي CO2 في الووتر يبقى عندي CO2 plus H2O يديني على طول H2CO3 مهمة جدا وسهلة جدا لان ما فيهش بالانس burning of magnesium in oxygen المغنيسيوم اللي هو Mg فات عندي 2Mg plus O2 تديني 2MgO ماشي كده طيب the normal atmospheric pressure at the sea level equals 1013.25 millibar دي عندي true normal atmospheric pressure مضبوط melting of ice in the north and south pools let's do the extension of polar animals دي عنده برده true يعني انسهار التلج في القطب الشمالي والجنوبي بيسبب انقراض الحيوانات القطبية ايوه ده طبعا true halons are used as insecticides to preserve stored agriculture crops لا طبعا ده كان عندي المسيل برمايد يبقى كان اللي هو بيستخدم كان insecticide بس انا ما عنديش هنا correction بس ماشي يعني نعملها بالمرة calculate of a mountain هروح رسم الجبل زي ما تعودنا وهرسم بيقول if the temperature add its food يعني temperature هنا equal 30 والtemperature هنا equal 4 نخلي بالنا سهلة برضو جدا هو عايز الهيد بالكيلوميتر فانا هقوله هعمل equation سواء بقى هبدأ من فوق او تحت اقول ان temperature فوق مثلا equal temperature تحت لحظة بقى نقول هو حتى هو انا لو مش مدهالي انا عارف ان temperature تحت اكبر من temperature فوق طبيعي طيب انا دلوقتي عشان اوصل للاربعة ده اكيد لازم هطرح منها حاجة فديها تتعمل minus على طول ماشي كده هي دي الفكرة ان انا محفظ القانون ان انا شوف temperature من فين اكبر وابدأ احط الاشارة بتاعته على الاساس ده طيب نقص ال change in temperature ال change in temperature بتبقى عبارة على طول سابتة 6.5 في الهيط اللي هو ده انا عايز كده الهيط مش معايا ما انا عايزه اعمل ايه بقى ابدأ اودي الرقم مع الرقم يعني انا عندي 4 اهي وعندي 30 30 دي ال charge بتاعتها الاشارة بتاعتها يعني موجب ولا سالب انا عندي الاشارة بتاعتها موجب انا دلوقتي ده عندي رقم بالانجليش فيبقى الاشارة بتاعته على الشمال هنا فلما اودي هنا اودي بالسالب يعني كايني بقول 4 negative او minus 30 تديني ايه تديني 26 صح كده ودي زي ما هي هي ماش تتغيرش بالاشارة بتاعتها ماشي كده بعد كده اعمل ايه طبعا السالب هيروح مع السالب وهقسم 26 over 6.5 واجيب الهيط يبقى تاني قبل ما نجيب الهيط تاني اهو انا بقول temperature فوق مثلا بتساوي temperature تحت اكيد لازم هطرح منها حاجة عشان توصل للاربعة فهتبقى ناقص 6.5 في الهيط دي جات منين انا عندي دايما اللي تشينجي temperature بيساوي الهيط اللي هو ده مضروف في 6.5 فانا اضربت 6.5 في الهيط بعدين بدأت بقى اشوف المعادلة دي حلها ازاي ماشي كده عندي حلين والله يعني كان اما ممكن اروح مودي ده كده اللي فيه الهيط ده لوحده كده اوديه الناحية التانية بالموجة فكان هيبقى 6 ونص اتش واسيب دي بقى كده السيرتي دي زي ما هي هي في الطرف ده واجيب اللي اربعة معاها كده بالنجاتيب هي هي يبقى 6.5 اتش اكوال كام اكوال 26 ونبدأ ان ايه نقسمها يبقى عندي 6.5 اه 6.5 اتش او يبقى عندي هنقول انا دلوقتي عايز مين؟ انا دلوقتي عايز الاتش صح كده تنظر الأقلي管 Typically فعندي هعمل ايه؟ انا عايز اقول اتش فعندي هقسم الطرفين على الجنب الاتش يعن Grant انا عايز الاتش فهقسم الطرفين على 6.5 ماشي كده عشان نفهمها ثاب ليه باقسم الطرفين على الجنب الاتش عشان ايود داه معادي كده وتبقى الاتش ها WHO اللي انا عايزها لوحدها بالشكل ده كده ماشي؟ 6.5 هي ديني 4 يبقى الاتش عندي 4 4A 4 كيلوميتر مانساش الميجيريند بقى يبقى عندي 4 كيلومتر طيب يارب نكون فاهمنا البروبلم دي بتتكرر شبهها بكل تقريبا امتحان يعني كل امتحان تقريبا بلاقي فيه بروبلم يعني بس في الامتحان اللي بعده ده مش هاي بروبلم ماشي كده بس احنا هو ثالث امتحان وثالث امتحان يجيس فيه سؤال برجه ماشي كده طيب اقول اللي بعده فيه بروبلم طيب 5 كويتشام 4 عندي جيف ريزونز الليكوفيد نيتروجين is used in preserving cornea of oil بسبب ايه بسبب ان الملتنج البويلنج وينت لو يبقى يبقى بكوزوف او ديوتو اتس لونج بويلنج بويلنج بوينت ماشي كده ويتش اقوال نيجاتيب 196 سيزيام is considered from the strongest metallic elements هنقول as the cesium has a large atomic size الاتوميك سيز بتاعته كبيرة وبالتالي ايه الفايدة من ان الاتوميك سيز بتاعته كبيرة انه هو من السهل انه يفقد الoutermost electron ماشي كده يبقى as cesium has a large atomic size so it is easy to lose its outermost electron ionosphere is important for radio station لانه هو بيعكس ال radio waves ماشي كده يبقى as it reflects the radio waves into the earth بيعكسه علشان نبدأ احنا نستقبله formation of petrophied wood's fossils بتتكون بالسبب ايه؟ بالسبب as هنقول as silica replace the organic material of wood part by part يعني ايه؟ يعني انا عندي بيبقى الخشب كده فبيدخل المنرالز اللي نوعها هنا بقى silica مش احنا بنقول اساسا في الفوسيلز ان بتيجي حاجة تدخل مكان ال organic material اللي هي المادة العضوية بتاعت النبات بمعنى يعني المادة العضوية مثلا بتاعت ورق الشجر اللي هي المادة البيضة دي فبيجي مثلا المنرالز بقى او الرواسب تدخل مكانها فبتستبدلها هنا عندي بقى نوع المنرالز اللي هي silica بتيجي بقى تعمل replace the organic material ماشي كده؟ يبقى as silica replace the organic material off the plant أو off the wood part by part طيب study the opposite figure انا بحاول خلاص بسرعة لان الموبايل هيفصل study the opposite figure and answer the question mention the kind of x and y bonds اكس دي اللي بين واحد كامل من المية واحد كامل من المية ماشي كده؟ فدي بتبقى hydrogen bond إنما y اللي بين ال atoms الزرات بتاعت المية نفسها بتبقى covalent يبقى y دي covalent ماشي كده؟ single covalent bond طيب وديت اللي بين مولكيول من الواتر ومولكيول من الواتر بتبقى hydrogen which one is stronger؟ طبعا اللي هي covalent bond والx اللي هي hydrogen bond من تعريفها بتبقى weak bond طيب complete the angle A equals the angle A اللي هي ديت اللي بين الاتنين دول اللي هي ديت ديت 1.4 104.25 أو 0.5 أعتقد طيب mention one example for a nature protectress لحظة واحدة هتأكد من ديت 2.5 ولا 5 هي هيت طبعا في درس الووتر 104.5 ماشي كده؟ طيب mention one example for a nature protectress طبعا عندي فيه stone protectress فيه باندا protectress فيه راس محمد فيه ودي الحيتان كل ده طيب the fossil that is considered the link between reptiles لتالت مرة reptiles and birds دي طبعا archipatrix ماشي كده؟ هو حلقة وصل ما بين الربتيلز اللي هي الزواحف والبيردس لو عندكم كتاب بيشرح اللي هو كتاب فيه بالعربي يعني بالعربي شرح بالعربي هتلاقوا شكل الفوصل ده اللي هو الاركيبيتريكس ليه شكله افضل من اللي موجود في الكتاب هنا يعني تعرفوه أو شوفوه على جوجل مثلا correct the underlying words the transition elements start to appear from the beginning of transition elements يبقى الفورس طبعا طيب MgO is an acidic طبعا هنقول A وبasic oxide ليه؟ لان الام جي ده metal فالمتال مع الاكسوجين يكون لي basic oxide the element which is atomic number eight is metallic is a metallic element لا هنقول is A هنقول A noble gas ماشي كده لانه جاب لكلمة A يبقى noble gas ماشي كده؟ ليه بقى؟ لانه هو الاتوميك نمبر بتاعه ثم يبقى two eight eight فالاوتر مستوى فيه eight electrons ماشي كده؟ حصله وبالتالي هو نوبل gas the air move horizontally in troposphere لا في الستيراتوسفير بتتحرك horizontally وفي التروبوسفير بتتحرك vertical ماشي كده؟ طيب هنبدأ ان شاء الله في الفيديو جاينا حلقة امتحان رقم 4 بالتوفيق